اهلا 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 ازايكو وازاي الحال يا رب بتكون كل حاجة بخير اظن انها بخير قالك الاقتصاد المصري بعافية وقالك اقتصاد مصر اقتصادي يفتقد للجاذبية وتنعدم فيه التنافسية شيء غريب او طيب انا هنا هسأل حضرتك سؤال تعرف ايه عن شركة ميرسك شركة ميرسك دي هي اكبر شركة شحن بحري على سطح الكوكب اكبر شركة بالمعنى الحرفي اكبر شركة تمتلك نقلات تسيطر على خطوط نقل ملاحي دي الشركة العملاقة دي الشركة اللي حجمها يفوق في بعض الاحوال حجم استثماراتها او حجم اقتصاد هذه الشركة يفوق في بعض الاحوال اقتصاديات دول او بعض من الدول الصغيرة فميرسك لانه الاقتصاد المصري ضعيف وميرسك لانه الاقتصاد المصري بعافية وميرسك لانه الاقتصاد المصري لا مجالة فيه للتنافسية وميرسك لانه الاقتصاد المصري مش جذاب خدت قرار أنها تعمل شراكة مع مصر ويعملوا مع بعض شبكة كبيرة جدا لإنتاج الطاقة أو الوقود الأخضر أو الطاقة الخضراء أو الطاقة النظيفة لتموين السفن في كل حتة في الدنيا إيه ده؟ أصل مرسك بتلعب ومرسك مش فاهمة لأ 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 أقولك هي مرسك خايفة مننا مرسك وقعة تحت التحديد مرسك بتقول كده مجرد تصريحات علشان الحق هو عمل بنشترك بنخطط بنفكر بنشتغل مع بعض سيدي العندة اللورد سيدي الفاضل المتلقي المشاهد الكريم عاوز تسمع الحقيقة اسمعها بالمنطق المنطق دايما هو الحكم مصر اقتصادها بالتأكيد اقتصاد قوي مصر بالتأكيد محققة معدلات نمو كبيرة دي الأرقام اللي بيقولها العالم بالمناسبة الموضوع بتاع مرسك ده كل الجرائد الكبيرة في العالم بتكتب عنه كله كل المؤسسات المعنية بمسألة الاقتصاد واقتصاديات الشرق الأدنى والشرق الأوسط والاقتصاديات الدولية والممرات الملحية أي حد متخصص في هذا المجال هتلاقي بيكتب أي صحيفة أو موقع كبير مهتم بالأمور المالية والاقتصادية كاتب على مسألة الشراكة ما بين مرسك وما بين الدولة المصرية وما بين مصر أنا هسألك بجد سيبك من اللي أنا قلت لك أصل مصر عشان وحش مصر مش وحش على الإطلاق الاقتصاد المصري فعلا كويس وفعلا إحنا مقبلين أنا قلت لك من أكتر من ثلاث أسابيع استثمارات أوروبية قادمة حصل أهو الخبر ملء السمع والبصر حصل ولا ما حصلش خلينا في مصر طيب يبقى آدي مرسك وتوجهها نحية الاقتصاد المصري لخلق شراكة ضخمة كبرى شديدة التميز وهنا وانت بتاخد نفس المشهد بتاع الشركة العملاقة أو الشركة الأكبر على مستوى العالم في هذا المجال مش هقولك على صعيد آخر لكن خد الخط على امتداده